إلى كل الباحثين عن العشق الحلال أميرة في عيادة نفسية إذا كنت تريد السعادة فلا تبحث عنها بل رويها بماء التفاؤل فهي كامنة بداخلك ليالي الشتاء هذا الموسم قارس البرودة ولكني احتملت الوقوف ببلكونة الصالة الكبيرة لأطل عليها وهي قادمة تغازل الأرض بقدميها تخطو كغزال يقفز من ربوة إلى ربوة وعينيها تملآن الوجود حنينا أخيرا رأيتها أخيرا رأيتها من بعيد عادت بعد أن قتلني القلق عليها فقد تأخرت اليوم ساعتين عن موعد عوداتها ولم ترد على مئات المكالمات التليفونية مما جعل القلق يجري ويعوي في صدري كزئب جوعان أخيرا رأتني أميرة فهرولت إلي مسرعة وكأنها لا ترى في هذا العالم سوى كفي وصدري فألقت بيديها في حضن كفي ونامت برأسها على راحة صدري وأغمضت عينيها وغابت عما حوالينا وكأنها ورق خضراء عصفت بها الريح فجأة فطارت تترنح في هواء الكون حتى سكنت إلى ثرى الأرض قلتم الخض يا أميرة فلم ترد واستكانت إلى السكون الذي لفها فأصبحت كغسق يقاوم الغروب أو شفق يقاوم الشروك أنهبت دقات قلبي عن ثورة القلق عليها بداخلي ولكني حاولت كتمان فورانها حتى لا تفيق أميرتي من سكونها لم تمضي بضعة دقائق حتى أفاق مريدي مراد من غيبوبة السرحان هذه وأنا جالس على الكرسي المقابل لأريقة الاعتراف في عيادتي النفسية التي افتتحتها حديثا وسط تهاني الأهل والأصدقاء حديثك رائع يا مراد ولكن أي فتاة هذه التي كنت تتحدث عنها وجعلتك تغزل الكلمات بخيوط من حنين على نول المشاعر هكذا نهض محمود وهو يحتضن العروس التي تلا تفارك يديه ويناديها بأميرتي فتأتي هي بنات أفكاري وأحلامي التي احتلت أصوار عقلي وحجرات قلبي منذ أن صدمتني عربة المشاكل في زحام مظاهرات تحرير الأقول من قيود الهموم والبدع والحديث الخاوي من أي وكل معاني اتسمت لمراد وقلت أنت أعقل مريض في العالم وأنا أجن طبيب في مصر الآن تعرفت على أميراتك يا مراد العزيز التي تخاطب فيها دميتك وتحتضنها كطفل وليد بين زراعيك وفي أمواك فورة المشاعر التي جرت من نيل أفكاري خلعت البلط الأبيض الذي كان إهداءا من أعز الأصدقاء بمناسبة افتتاح عيادتي وأهديته لمريدي مراد وأخذت منه دميته واحتضنتها وتبادلنا الأدوار فقد أصبحت أكثر اشتياقا من مراد لرؤية أميرتي أميرتي التي تبحث عن أمير في عيادة نفسية تحياتي زيماس إلى كل الباحثين عن العشق الحلال العصف على قصاصة ورق المشاعر هي مياه أنهار العلاقات الإنسانية قد تجري وتتضفك وتتبخر لتتجدد وقد تبرد وقد تتجمد حتى تفيد يوما ما عندما تسقط عليها أشعة شمس الحياة من بعد مغيب اندهش سليمان لما وجد كتابه الذي ألفه حديثا بجانب موقع التدفئة ألقى نظرة خاطفة على الكتاب ثم أخذه بتحفظ لعله يجد شيئا ما على غلافه أو في طياته يستطيع أن يعرف منه السبب في وجود الكتاب هنا من المفترض أن يكون هناك في يديها لتقرأه بتماع أو في مكتبتها التي تحوي مئات الكتب من كل لون وشكل أو على مدفئتها في غرفة المعيشة ينتظر يديها المرهفتين لمدعبة صفحاته بتشوق وحنان وهي ترتشف فنجان الشاي الساخن لتنتشي رئتها ويرتفع صدرها بالشوق في هذا الجو القارس البرودة لم يجد سليمان شيئا على الكتاب فتفحص غلافه بدقة كأنه مخبر سري يبحث عن أعصار يديها التي يعشق ملمزها أو بصمات أصابعها التي تجعله يزداد شبابا كلما تملى فيهما ولو من مسافات بعيدة ولكنه وجد بين صفحتي الكتاب رقم خمسين والواحد وخمسين قصاصة ورق تمتد خارج الصفحات وكأنها تتعسس عليه وتتلصص وتسجل انفعالاته ونظراته وهمساته وحرقاته لحظة أن رأى الكتاب فوق المدفأ أمسك سليمان الورقة بإحدى يديه بلطف وبالصفحات بيده الأخرى مخافة أن تضيع ثم لمع جسده المتعب على المقعد الوسيل الذي طالما شهد معها مناقشات تعلو فيها الأصوات طارة وتنخفض وتحن طارة أخرى وكأن كلماتهما على أرجوحة معلقة في الهواء يا الله القصاصة معطرة بأريج يديها الذي يستطيع سليمان أن يميزه من بين آلاف العطور يشهر حين يشمه أنه فارس وملهم وعاشق وناسق بكل بل كل الرجال ما زال عبق العطر هنا وكأنها لم تبرح المكان هي العطر ذاته يا لها من روعة أن تستنشك زرات عبير يديها وأنفاسها التي تملأ المكان يقتلني هذا الإحساس وما أحب لدي أن أقتل بشزع عطرها مرات ومرات وليس هناك أجمل من لحظات التنفس عبيرها زخات زخات وما أن ألقى سليمان بجسده على المقعد حتى بدأ يقرأ الكصاصة ولكنه لا يريد أن يقرأها وكأنه يستعز بنار شوق الانتظار والمفاجآت من سلوى حبيبته التي أزابت جسده إلى حبات من الآهات المكتومة سيطر على سليمان شعور جديد وهو الخوف مما خطط به يد سلوى من كلمات قد تكون له آخر المحطات في طريقهما أمسك سليمان بالكصاصة ونحى يديه جانبا ونظر إلى أعلى إلى صورتها التي تملأ الحائط المقابل لمقعده الوسير ابتسم سليمان للصورة ابتسامة جمع فيها كل ذكرياته الجميلة معها ثم ما لبس أن أتبعها بعبوس لما تذكر مناقشتهم الحاد واختلافهم على أشياء لم يكن أبدا يتخيل أن تكون موقع اختلاف وقف سليمان أمام هذا الطبلوه الرائع الذي يجسد ملامح سلوى الرقيقة بابتسامتها العزب الراقية ونظرت عيونها الكاحلة التي تنظر إليه من كل الجوانب زادت ابتسامته وتحدث إلى عيون سلوى في صمت يا ترى ماذا خطت يداك على هذه القصاصة لتفاجئيني؟ أهي كلمات للحب؟ أم للهجر؟ فليلطف الله بقلبي حتى أقرأ كلماتك على مسامعي نظر سليمان إلى غلاف الكتاب ليقرأ عنوانه ديار العشق المهجورة لكتابه الجديد والذي أراد أن تقرأه سلوى لتدول ملاحظتها ورأيها كما تعود حتى ولو كلمات بسيطة منها هي له بمسائب مروائح للصفحات عنوان ارتاح إليه من أكثر من مائة عنوان ناقشها مع سلوى مع أنها لم يرق لها هذا العنوان فكان سببا للنقاش الذي احتد بينهما مساء الأمس ومع أن العنوان مناسب للرواية إلا أنه يذكرها بجفاف بئر العواطف الذي نضب في السنوات الأخيرة رويدا رويدا بينهما دون أن تدري هي ودون أن يلاحظ هو هذا الجفاف آه يا سلوى لو رجع الزمان لكنت جعلت دفت كلماتي تجاه شواطئ بحور كلماتك الرقيقة حتى أمحي كل هذا الجفاء ولكن الزمن للأسف لم لا يعود مع الحب الكامل في الصدور وذكريات العشر سنوات التي قضاها سليمان وسلمة زوجين تغمرهما السعادة إلا أن الخلاف تسرب إلى عشاهما من تحت أبواب الحب حبات ظنوا أنها مجرد رطوبة على جدران العشرة ولكن الماء تجمع وكون بركة وسط المشاعر حتى أصبح كل منهما كبطانا في مياه الشوق التي تمست على رغبة الاتفاق فغلب الفطور على علاقتهما التي لم يظن أبدا أن تنتهي على هذا الحال وكانت ليلة أمس هي البوطقة التي زابت فيها الأصوات العالية واحتدم لهيب المشاعر الغاضبة حول نيران المدفأة فتجاجر الزوجان وترك سليمان البيت ليقضيه عند أحد أصدقاؤه حتى يهدأ روعه وتهدأ سلوة وتعود كالحمل الوديع بين أحضانه عندما يدك جرس الباب في الصباح ليعطيها هديته التي تعود أن يشتريها بعد كل خصام فتفرح بها وتأخذه بين أحضانها وهما تحت صورتها وكأنها تبارك أنفاسهم المتحبة إلى الأبد ولكن اليوم كان مختلفا يوم عاصف شعر سليمان فيه بغربة ووحدة لما دق الباب فلم ترد سلوة وعندما فتح الباب ولم يجدها قادمة خجل بابتسامتها كإشارة لبدء طقوس الإعتذار لحبيبته قبل أن يجلس حول المدفأة ليستمتع بدفء أنفاسهما ودفء القهوة بين أيديهم كرمز موحد للعشق المنصور بين كلوبهما شعر كأن الدنيا خاصمته وهجرته إلى الأبد اليوم دخل سليمان في قدميه وعينيه في صدره وأنفاسه متقطعة لأن سلوة ليست هناك عادتها المبتسمة يا ترى ماذا حدث لها هذه أول مرة لا تكون في انتظاري أين أنت مني الآن يا سلوة بلقيس أنت في غيابك وكلوبترة في حضورك أنت كل النساء بل أحلى ما خلق من النساء أشتاق إليك الآن أيوم اشتياق جلس سليمان على المقعد الوسير الكتاب في إحدى يديه والقصاصة بيده الأخرى حان الوقت يا سليمان أن تقرأ القصاصة لترى ماذا هناك من كلمات لسلوة ارتدى نظارة القراءة على مهل وهو يتلقع في نفسه عن عمد أضاء مصباح القراءة وبدأ يقرأ أول الكلمات عزيزي سليمان وما إن قرأ كلمة عزيزي حتى توقف ولم يشأ أن يكمل القراءة مخافة من باقي الكلمات اغروركت عين سليمان بدموع الأسى قرى الدفال لقراءته كلمة عزيزي بداية غير مشجعة يا سليمان أول مرة تناديك سلوى بعزيزي بعد أن كانت تناديك كل المرات بحبيبي شيء ما مؤكد هناك سلوة ليست هنا وتركت الكتابة التي تلبت منها أن تقرأه وتركت قصاصة ورق بين صفحاته وتناديني فيها بعزيزي فإذا كنت أنا عزيزها فمن يكون حبيبها مسح سليمان دمعاته التي تساقطت على وجنتيه دون أن يدري ووضع القصاص على المندضة المقابلة له وكأنه يبعدها عن عينيه مع أنه يخفو إلى قراءتها حرفا حرفا ليعرف ماذا تخبئ له ولكنه وضعها بعيدا وكأنه يؤجل ساعة الصفر التي أحس بها بقوة كامنة في قصاصة الورق تلك التي أصبحت بالنسبة له صندوق أصود يتشوق أن يعرف ما بداخله ولكنه من شدة حبه لسلوى يتردد يجب أن أقرأ أولا الصفحات التي تركت سلوى بينهما قصاصة الورق من يدري لعل في هذه الصفحات شيئا جعلها تترك القصاصة بينهما عن عمد تحدى سليمان مع نفسه وكأنه يختلق الأعذار التي تؤجل قراءته لقصاصة الورق فتح صفحة خمسين وبدأ يقرأ بتمعن وببطء السطور التي كتبها من بنات أفكاره كلمة كلمة وكأنه يقرأها لأول مرة وهي كلماته من يراه يقرأ يظن أنه يبحث عن شخص مختبئ بين السطور نعم هو يبحث عن سلوى قرأ الصفحتين ولكنه لم يستطع أن يجد شيئا يربط بينه وبين القصاصة وغياب سلوى وفجأة لاحظ سليمان كلمات قصيرة مكتوبة بقلم الرصاص بخط سلوى على هامش الصفحة ارتعشت يد سليمان واتسعت مقلتاه وحمر وجهه لمجرد أن رأى آثار سلوى على صفحات الكتاب آه يا سلوى من كلماتك التي أود أن أقبل حروفها اشتياقا إليك ها أنت كنت تقرأين كلمات كتابي سيدتي فلماذا هجرت كتابي ورحلتي ولماذا كتبتي قصاصة الورق وماذا كتبتي من كلمات ثم رحلتي زهبت نظرات سليمان تتفحص كلمات سلوى على الهامش واقترب رويدا رويدا حتى وقع بصره على الكلمات فتصمرت عيناه هناك وكأنه عثر على كنز من الحب والعشق المهجور كتبت سلوى الديار لا تهجر أصحابها ولكن أصحابها هم من يهجرونها حتى ولو سكنوها قد تهجر الأرواح الديار وتبقى الأكساد وقد تهجر الأكساد وتبقى الأرواح بالديار وأنت يا سليمان قد هجرت روحك قد هجرت روحك الدار وبقى جسدك حولي وما أنا يا سليمان فسوف يهجر جسد الدار لتبقى روحي هنا وهناك في كل مكان كتبت سلوى هذه الكلمات بجوار السطور التي كتب فيها سليمان الديارة التي تملأها الذكريات هي كالإنسان تتألم وتبكي لفراق الأحبة وتفرح وتسعد عندما تحل روح الأحباب فالديار هي المعنطيس الذي يجذب القلوب المحبين ليلتقوا على دفء الأنفاس ليبدل برد الشتاء بربيع الحب والمشاعر الحانية آه يا سلوى من كلماتك الموجعة أنا لم أهجر الدار ولن تهجرني أبدا الضيار طالما أنت هنا وهناك تعالي يا سلوى بجسدك ليرتد إلي روحك هنا فروحي هنا تبحث عنك في كل مكان شعر سليمان أن سلوى قررت هجرة الدار والرحيل بعيدا عنه ولكنه ما زال يمني نفسه أن كلماتها توحي بالهجران ومجرد العتاب واللوم لجذب انتباهه بأن يضبط بصلة روحه على جسده بالدار كما كان ليلتأم الشمل وما زال قلب سليمان معلقا بقصاصة الورقة هناك على المنددة ليقرأها ويعرف ما بها من نهاية حانت ساعة الصفر وتوجهت عينا سليمان إلى المنددة الصغيرة والتي تمثل له الآن منددة بطول سنوات العمر منددة سوف تسيل عليها دماء حبه منددة سوف ينطق عليها الحكم عليه إما بإعدام هوات شنقا أو الإفراج مع كفالة يدفعها للحبيب الذي يتمنى يأتي ولو دفع عمره كله كفالة لبسمة صافية من شفتيها اتجه سليمان ناحية المنددة وانحنى ليلتقط قصاصة الورقة التي فيها حكمة انحنى وأمسك بالورقة وقلبه يرتجف وعقله يرتعد وجسده ينطفد وجبينه يتصبب عرقا فهذه أول المرات التي يجد نفسه محكوما عليه من سلوى حكما قد يكون مؤبدا وتضيع منه أعوام العمر كالزبد أمسك سليمان القصاصة وهم واقفا فهو لا يستطيع قراءتها وهو هادئ البال وقف وأغمض عينينه ليفتحهما مرة واحدة ليقرأ قرار حكمه بنفسه فتح سليمان الورقة وقرأ عزيز سليمان قرأت روايتك التي أعجبتني كثيرا ثم توقفت لأني أردت أن أعرف إذا كانت الضيار حكا تبكي لفراق أهلها كما وصفت أنت في روايتك فقررت الرحيل لكي تغبرني أنت يوما ما إذا كانت دارنا قد بكت على رحيلي والدار هنا هي أنت يا سليمان هنا تأكد لسليمان أن سلوى قررت الرحيل فانسابت الدموع الحبيثة دون أن يدري كالنهر على خديه بتلقائية المحب العاشق حتى بللت الدموع قصاصته وما أن قلبها على الجانب الآخر حتى وجد عبارة هي أجمل الكلمات تركت الضيار يا سليمان وأنا أحبك حب كل الآشاق لم يصدق سليمان وهو يقرأ تلك الكلمات وكأن مداد الحب من كل العالم تجمع ونمى في حروفها فتحولت دموع حزنه إلى دموع فرح كبير لم يفق منها إلا على ضقات باب داره فهروة لا يفتح الباب وهو في نشوة يتمناها لقاء كانت سلوة أمام الباب ضاحقة مشركة وتحمل بين يديه هدية لسليمان وقبلة من شفتيها وحضن عميق لا ينتهي وهو واقف غير مصدق لما بين يديه فقد كانت المرة الأولى التي يكون هو منتظر وأن تكون سلوة هي القادمة بهديتها إليه ولكنه لا يحتاج منها أي اعتذار كما تعود هو أن يفعل عندما يضك الباب وتفتح له هي لا تعتزل لأنها سلوة سلوة للقلب المشطاق دمى سليمان سلوة في حضنه والقصاص ما زالت في إحدى يديه وهدية سلوة في اليده الأخرى وكانت هديتها نموذج لدار هي نفس الدار التي تجمعهم للأبد أخذ حبيبته إلى مقعدها الوسير وجلس هو على مقعده المقابل وأخذ يقرأ لها روايته وهي تنظر وتنصد كأنه ابنها الوحيد تحياتي زي ماس تحياتي